عودة أعضاء الفريق البرلماني للصداقة الموليتانية الصحراوية من زيارة قادتهم إلى الأراضي الصحراوية وهي زيارة يقول الفريق إنها مكنت أعضاءه من الاطلاع على حجم معاناة الصحراويين منتقدا ما يقول إنه تعتيم إعلامي على القضية الصحراوية زيارة جابت المخيمات والنواحي العسكرية وشملت لقاءات مع مسؤولين في جبهة البوليساريو في المناطق التي تسيطر عليها خلف الجدار الرملي الذي تتمترس حوله عناصر الجيش الملكي المغربي ويؤكد فريق الصداقة البرلماني إنه مستمر في دوره التعريفي بهذه القضية وفق ما يمليه منطق الأخوة متحدثا عن تحول كبير في المنطقة وعن دولة يقول إنها قائمة بكل مقاوماتها المدنية والعسكرية فريق الصداقة الموليتانية الصحراوية الذي تأسس في آواخر شهر يونيو الماضي ويضم أكثر من عشرين عضوا في الجمعية الوطنية يقول مؤسسه إنه يسعى إلى دعم ومناصرة القضية الصحراوية والعمل على تمكين الصحراويين من حقهم في تقرير المصير موقف النخبة السياسية بموليتانيا إزاء القضية الصحراوية يبقى عنوانا خلبيا لمنحن الأزمات الدبلوماسية بين موليتانيا وجارتيها الشماليتين المغرب والجزائر في ظل عجز قادة وحكومات البلاد بعد وقود من استحابها من الحرب عن إقناع الأطراف بموقف غير منحاز لطرف على حساب طرف آخر اشتركوا في القناة